رأس رئيس المجلس الأعلى لإعلام الديني جنباي حفل افتتاح أعمال الورشة التاهلية لمسؤولي إدارة المجلس الأعلى الورشة تهدف إلى مراقبة وسائل الإعلام العامة والخاصة أثناء الحملات الانتخابية بحر الدين عبدالشافي أدود إن الورشة التاهيلية التي جاء تنظيمها من قبل إدارة المجلس الأعلى للإعلام لتدريب وتأهيل العاملين في مراقبة ومطابعة وسائل الإعلام العامة والخاصة أثناء فترات الحملات الانتخابية منها البلدية والتشريعية والرئاسية وذلك بهدف ضبط وسائل الإعلام المرئية منها والمقرؤة ومراقبتها بطريقة جيدة وكذا عدم السماح بمساس كرامة الأشخاص والتحيس لأي طرف أثناء الحملات الانتخابية رئيس المجلس الأعلى للإعلام ديدوني جنوباي أشار في كلمته إلى أحمية الورشة مثمنا جهود القائمين والمانحين لهذه الدورة الفنية التي تسهم في الورشة بتطبيق ما تلقوه على أرض الواقع من أجل تحقيق البرنامج السياسي أثناء فترة الانتخابات القامة تبقى الإشارة بأن الورشة التأهيلية تستمر ثلاثة أيام من هذا الشهر من جانبه المستشار بالمجلس الأعلى للإعلام اللذم الحادث حق تحدثها عن الدور الذي قلوبه المجلس لضبط ومراقبة وسائل الإعلام نتكلم عن وسائل الإعلام الخاصة والعامة والرصد هذه الوسائل في أثناء الانتخابات سواء تشريئية أو رئاسية وفي الوقت بدون انتخابات كيفية وسائل الإعلام تتكلم عن السياسي المواضيع التي يتكلمون فيها وأخيرا بنعمل زي ما تقول تغارير وهذه التغارير ترسل إلى من يهم والعامة وتكون في ورشات أخرى للصحفيين وتكون إن شاء الله ترسل إلى جميع المجتمع المدني عشان يشوفوا كيف وسائل الإعلام العام والخاصة تتعامل مع الانتخابات هذا الشيء يجعل وسائل الإعلام تغير في سلوكياتها لأن هرية الراي هي شيء كويس إنما في قوانين بتضبط هذه الهرية افتتح وزير الإنتاج والراي والمعدات الزراعية السيد جامر السليك أعمال الورشة التحضيرية لبدء الخطط الوطنية الاهتثماري في القطاع الرفي جاء تنظيم الورشة من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خليل حثم صالح جعل القطاع الرفي أحد أهم موارد النمو الاقتصادي وضمان توفير الأمن الغزائي للمواطنين من أجل التنمية المستدامة هو ما تتطلع إليه منظمة الأغذية والزراعة وتسعى البلاد إلى تحقيقه وفقا لخطط الطاولة المستديرة من خلال الاهتمام بالزراعة والسروة الحيوانية والسمكية وعليه فقد نظمت هذه الورشة التحضيرية لبدء أعمال الخطط الوطنية للاستثمار في القطاع الرفي وخلال افتتاح أعمال الورشة ممثل منظمة الأغذية والزراعة قال إن الاهتمام بالقطاع الرفي الحيواني والزراعي لهو دليل على نجاح الطاولة المستديرة مطالبا الحكومة والفاعلين الاقتصاديين التوجه نحو هذا القطاع الذي يعتبر هدفا أول لتوفير الأمن الغزائي وتقليل الفقر بين أوساط المجتمع الرفي وهذا لا يتأتى إلا بوضع استراتيجية واضحة وشهز الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع وزير الانتاج والري والمعدات الزراعية السيد جامرسيليك قال إن التحضير لوضع لجنة عملية لمتابعة وتقييم برنامج الخطة الوطنية للاستثمار في القطاع الرفي هي خطوة إيجابية لزيادة الانتاج والنمو الاقتصادي والتطور الرفي مؤكدا دعم الوزارة والوقوف مع مخرجات هذه الورشة من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة وتسجيل النقلة النوعية في العام 2018 هزاوى سيشارك في أعمال هذه الورشة عدد من الخبراء والفنيين وبعض الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المنظمة الدولية بالبلاد نظم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورشة تدريبية لصالح عدد من عمال ودارة العقل العدل تتعلق بحقوق الإنسان منذ عام 2016 فإن إجراء الحكومة في إصلاحات الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان تسير في اتجاه الصحيح ولهذا صفضت جاء التنظيم هذه الورشة المتعلقة بالمصادقة على التقريرين المتعلقين بمحاربة التعذيب حيث بدأ الحفل بالكلمة الترحيبية قدمها أبا أحمد صديق عقب ذلك قدم المستشار لحقوق الإنسان لأنظمة الأمم المتحدة في شاد كومي يوندولي كلمة حية خلالها الحكومة الشادية عبر وزارة العدل لجهودها المبذولة حول حقوق الإنسان نضيفا أن الورشة الحالية تدخول في إطار التعاون الحقيقي القائم بين المنظومة الأممية والبلاد من ثم قدم المدير العام لحقوق الإنسان والتشريع لدى وزارة العدل كلمة افتتح بها الورشة مبينا بأن الحكومة في إطار احترام تعهداتها حول حقوق الإنسان فقد نظمت العديد من اللقاءات لأجل دراسة وتقييم الوثائق الأساسية مشيرا إلى أن التقريرين قد تطرقا إلى مسألة الحقوق في العمل والصحة والتعليم وغير ذلك وأشاد المدير العام لحقوق الإنسان والتشريع لدى وزارة العدل عبد الناصر محمد علي قربوا باهتمام الرجل الأول في الدولة بحقوق الإنسان ويؤكد ذلك ولأول مرة زيارته الشخصية إلى السجن المركزي لأم سنينه حيث وقف على أوضاع السجناء كما أعطى أوامر بتصريح الدعفاء والأبرياء منهم للتذكير فإن فعاليات الورشة تستمر ثلاثة أيام على التوالي